السلام عليكم اليوم راح نقدم لكم مجموعة من الصايح لمستخدمي Galaxy Note 2 نبدأ اولا مع خاصية وضع الحضر واللي نقدر نوصل لها عن طريق صفحة الاعدادات الخاصية تساعدنا اننا نحط الهاتف في وضع صامت في اوقات معينة من اليوم وزي ما انت شايفين عندنا خيارات ليقاف اصوات المكالمات اصوات الناتفكيشن اصوات المنبه الخاص بالساعة وحتى ايضا ضوء لد في الجزء اللي في الوسط عندنا ايضا الاوقات اللي نخلي فيها طول الحضر يشتغل من نفسه بدون ما ندخل احنا اما في النهاية تحت نقدر نختار ارقام تليفون معينة ما ينطبق عليها الحضر واذا جتنا اتصال منها اكيد راح نسمع ويكون لها ارقام مهمة مثل الوالد او الزوجة او غيره من فوق عندنا زر نشغل الخاصية او نطفيها بالكامل في اي وقت نبقى الخاصية الثانية اللي راح نتكلم عنها اليوم هي التدوير الذكي وهي لها علاقة بالشاشة نقدر نوصلها طبعا من الاعدادات ثم ندخل على الشاشة راح نشوف الخيارات في الاسفل تحت راح نشوف تدوير ذكي وايضا تحتها راح تكون فيه سكون ذكي التدوير الذكي طبعا بعض الناس وانا منهم احب استخدم الجهاز وانا مسدح الكلمة مثلا او في وضعه غير طبيعية فهين الحساسات الامامية او الكاميرات الامامية راح تساعد الجهاز على انه يحدد وضع الشاشة بناءا على وجهي وليس بناءا على وضية الجهاز هل هو مائل ام غير مائل الخاصية التالية هي الاختصارات الكتابية ونقدر نفعلها عن طريق ضغط الزرع على القلم ورسم خط من اسفل الهاتف راح نشوف مجموعة من الاختصارات هنا والتعليمات راح اطيكم مثال عليها مثلا ممكن نرسم هذا الشعار ونكتب اسم واحد من الاسماء اللي عندنا عادل مثلا راح يحولني مباشرة الى صفحة ارسال ارسال العادل طبعا لحد ياخذ هذا الرقم ويدق عليه لان مو عادل بيطلع لكم زي ما انتم شايفين طبعا هذا اختصار ممكن نستخدمه والحلو فينا نقدر نكتب اسماء عربية او حتى بالانجليزي فرح يتعرف عليها الهاتف بكل الاحوال من هنا من الاعدادات نقدر نشوف مجموعة الاختصارات المخزنة في الهاتف منها اختصار للرسائل اختصار للإيميل اختصار لأي شي نقدر نضيف واحد ايضا عن طريق الزر الزائد راح نشوف هنا نقدر نسوي اختصارات خاصة فينا اختصار مثلا للجي بي اس الواي فاي لمجموعة من الاشياء والوظائف اللي موجودة في الهاتف بشكل عام يمكن ما تكون كلها مفيدة للكل لكن عندكم خيارات كثيرة وكل واحد يقدر استخدمها على حسب اسلوبه الخاص الخاصية التالية بسطت جدا ويمكن كثير منكم يعرفونها الان وهي خاصية اخذ الملاحظات فالضعنا نتصفح موقع الالكتروني بمجرد ضغط الزر على القلم وثم الضغط مرتين على الشاشة بسرعة راح يطلع لنا برنامج اخذ الملاحظات ونقدر نكتب اي ملاحظة نبغاها اي شي لاحظنا على الشاشة ودنا نكتبه بحيث ان نسترجع لاحقا او نرجع لها في اي وقت طبعا تقدرون تكتبون تقدرون اي شي تكتبون طبعا كيفكم اذا عجبكم النوت تقدرون تحفظونا اذا ما عجبكم تضغطون اكسو تتخلصون منه في اي وقت يعني مو شرط انه راح ينحفظ غصبا عنك فهذه واحدة من الاشياء تقدر تستخدمها في اي وقت على هاتفك وفي اي تطبيق تستخدمه الآن خلونا نتكلم عن التصوير من الشاشة او اخذ صور والقطات من الشاشة خلونا نتكلم مثلا ناخذ هذه الشاشة نبين اخذ صورة لها نضغط على الزر اللي في القلم ونضغط بالقلم على الشاشة ونخلينا ضغطين على الشاشة بعد فترة راح نلاحظ يطلع صوت اخذنا صورة هذه الان لامامنا صورة من الشاشة طبعا الآن نقدر نعدل عليها قبل ما نحفظها مثلا ناخذ عليها شوية ملاحظات ممكن نرسم اي شيء نحتاجه مثلا بنعطي تعليمات او بنعلم احد ثاني كيف يتوي شيء معين على الشاشة ارسم على راحتك زي ما تبغى اذا عجبتك الصورة تقدر تحفظها واذا ما عجبتك زي ما قلنا قبل تقدر تضغط X ومثلا تتخلص منها فورا الآن ممكن نتكلم عن طريقة اخرى لاخذ صورة من الشاشة مثلا فرض اني ابي اخذ صورة لشيء معين على الشاشة موجود امامي اضغط على الزر اللي بالقلم وراح اقدر ارسم اي خط حوالين مثلا جسم معين مثلا او طرف معين من الشاشة وراح ياخذ صورة لها زي ما انتم شايف اقططع الجزء اللي انا رسمته بالقلم واعطانيها الآن اقدر احفظ عندي او اقدر استخدمه مثلا راح يحفظ عندي في الذاكرة او مثلا اقدر مباشرة عن طريق اختصارات معينة في الاسفل انتم شايفينها عندنا هنا راح نقدر نتوجه لأي برنامج ونستخدمها مثلا الرسائل زي ما انتم شايفين المقطع او الجزء اللي احنا اقططعناه على طول في الرسالة ونقدر نستخدمها نرسله لأي احد نبقاه اخيرا راح نستعرض لكم ميزة مهمة وهي وضعتها سامسونج للاشخاص اللي يشتكون من كبر الجهاز ويدنهم احيانا تعرف يستخدمون الجهاز بيد وحده فعندنا هنا في لوحة التحكم او مو في شرط لوحة التحكم في اكثر من شي نقدر نستخدم ادخال المعلومات عن طريق يد وحده طبعا زي ما انتم شايفين حتى في الالة الحاسبة ممكن نفعلها طبعا احنا خلونا نشغلها اول عن طريق الضغط على زر صحف صفحة التشغيل بيد واحدة ثم نقدر ننتقل مثلا خلنا نتظر على مثلا الاتصال على شخص ما راح نشوف الارقام اللي تطلع للاتصال موجودة على اليمين الان اقدر احولها على اليسار او اليمين زي ما احب عن طريق السهم هذا وهذا طبعا يختلف من شخص الثاني اللي يستخدم الجهازه باليد اليمين واللي باليسار ايضا نقدر نفعلها عن طريق اللوحة الكاملة كتابة مثلا كتابة الرسائل بالحروف وبالارقام كاملة زي ما انتم شايفينها امامكم الان تم تصغيرها ووضعها في جانب واحد للاستخدام بيد واحدة ايضا نقدر نسهل الموضوع اكثر تعرفون الان كل ما صغرت الازرار وازرار كثيرة ممكن تسبب ازعاجها لبعض فممكن نحولها بالطريقة القديمة اللي هي الحروف مع الارقام بحيث مثلا كل رقم الازرار تصير اقل وكل رقم مثلا يحتوي على ثلاث او اربع حروف ونقدر نستخدمها بالطريقة الكلاسيكية مثل الجوالات القديمة بهذا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو كان معاكم محمد البسيمي من موقع الالكتروني وتمنى انكم تكونوا استفدتم لا تنسون الاشتراك بالقناة اذا ما كنتوا اشتركتوا الى الان واي اسئلة والسفترات او نصائح تحتاجونها للقليكسو نوت 2 فلا تنسون تذكرونها لنا في التعليقات شكرا لكم استماعكم